السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم الدرس رقم 15 والتكست الأخير من نصنا اللي عنوانه كان أعموت مخت كلاين اليوم الجزء الأخير منه جزء صغير عنوانه دي ماكسيمال الدوش نتلش كوبا غروسة يعني متوسط الطول الأعظمي طبعا كالعادة بذكر انه هالنصوص مخصصة لأقسام الـ C1, C2 تست داف, DSH وحتى الـ B2 عنوان درس ناليوم die maximale durchschnittliche Körpergröße رحنا رح الله نصكال عادة ونشوف شرح وطر جمي Die Beschleunigung des Wachstums ist aber nicht auf die Körperlänge allein beschränkt. So haben auch Wachstum und Gewicht von Ungeborenen zugenommen und die Pubertät beginnt heute viel früher als vor einigen Jahrzehnten. Außerdem setzen bei Menschen Alterungsprozesse später ein. Wo die maximale durchschnittliche Körpergröße endet, weiß niemand genau. Aber vermutlich bei rund zwei Meter, sagt Baten. Denn an den langen Skandinavian sei zu beobachten, dass sie kaum noch größer werden. Die maximale durchschnittliche Körpergröße Das war, ooh, das ist nochmal monge ud ко fighter von Un mondial tenir Vou about 1 und goodbye. The Text Now De Beschleunigung Beschleunigung Belchenに يعني Attíises Desaruj فا دي بشلونيقون هو التسارو حتى في علم الفيزيا دي بشلونيقون دس عادي زين دي بشلونيقون العادي شايفينه هذا هو التركيب الفعلي ومعناته حرفيا باللغة العربية مقتصر على فصار شو معنا الجملة يعني هون حددنا اونا كÜberlinge و اونا كÜber goto أكثر شيئاً هو إستعمال كلمات كورپر روزة و كورپر لنجة كمان ممكن إستعمالة للدلالة على طول القامة فشو صار معنا الجملة تحديداً أو شو المقصود فيه المقصود فيه أن التسارع في نمو الإنسان ليس مقتصراً فقط على طول قامته هلا رحن شوف لكنا على شو كمان So haben auch Wachstum und Gewicht von Ungeborenen zugenommen بهاسى So haben auch Wachstum und Gewicht وَأَلْوَزِن Das Gewicht Al-Wazin von Ungeborenen Ungeborenen يعني مِنَ اللَّزِينَ لَمْ يُولَدُ بَعْد Ungeboren يعني لَمْ يُولَدْ بَعْد Geboren Mawlود Nualad يعني Partizip 2 Ist geboren هون Ungeborenen يعني مقصود فيه الأجنة التي لم تولد بعد شو صار فيه هدولي haben auch شوفوا zugenommen إذن هنه كمان ازدادوا ازدادوا بشو بالWachstum بالنمو und Gewicht بالوزن إذن مو بس الإنسان المولود بتحسن ظروفه المعيشية وتغزيته وهالأشياء عبتصير قامته أطول حتى الأطفال الأجنة في يعني في بطون أمهاتهم كمان عب ازدادوا حجماً ووزناً und die Popatete شوفوا كلمة Popatete كلمة جداً مهمة معناها سن المراهقة und die Popatete beginnt heute viel früher تبدأ هذه الأيام بشكل أبكر إذن أطفالنا نحن أطفال الإنسان عبتبلش عنده سن المراهقة عب يبلش عنده في زمن أبكر من أولي يعني أبكر من قبل بعض العقود يعني العقود العقد هو عشر سنوات فالياتسينت هي يعني قبل عشرات سنين يعني أو بمعنى أنه قبل عدة عقود وأنا هالكلمة شرحتها وكلمات مشابهة لألا في أحد دروسي قلت ياتسينت هو دس ياتسينت هو العقد دس يهندت هو القرن المائة سنة دس ياتتاوزنت الألفية الألف سنة كمان لازم نحفظ هالمفردات نستفيد منها في هذا الدرس فشو صار معنى الجملة لكلي بهذا فإن النمو ووزن الأجن التي لم تولد بعد قد ازداد أيضاً وسن المراهقة أصبح يبدأ بالمقارنة يعني ما قبل عشرات السنين أو بعض العقود قد أصبح أبكر هويت في الفرية قد أصبح أبكر ألس من فو أينجن ياتسينت قبل عدت أو بضعيت شوفوا هون أينج يعني قبل عدت أو بضعيت طبعاً أينجن أين وهون ياتسينت لأنه الداتيف عنا هون قبل أو بعد فو الجملة التالية أوسا ديم ستسن باي منشن ألتغungsprozessor شبتر أين هاي جملة كمان جداً جميلة شوفوا شون رح نفكفكة ونفهم معناها أوسا ديم ترجمت حرفياً للغة العربية فيما عدا عن ذلك أو عدا عن ذلك والفعل أجا هون أينجن فعل قابل للفصل عادة الفعل أينجن بمعناها التقليدي أنه يضع شيء في مكانه يعني أو في مكان معين أينجن يعني مثلاً يعني حطيت قطعة البازل هاي اللعبة الصورة الكبيرة يعني مؤلفة من أجزاء صغيرة كتير حطيتها في مكانها المناسب ولكن هون كلمة أينجن جاءت بمعنى أنه يبدأ عدا عن ذلك شو هو اللي بدي يبدأ بمعنى عند البشر عند الناس الألتغون سبتا عين إذن شو هو اللعب يبدأ سبتا بشكل متأخر عند الإنسان الألتغون سبتا الألتغون يعني جاء بمعنى الشيخوخة من الفعل ألتن يعني يا شيخ يصبح أكبر سنة بتظهر علي علامات الشيخوخة يعني الإنسان بصير شعره شايب وبيكبر وتتبلش التصبغات الجلدية وهالأشياء هاي كلها بمجموعة اسمها يعني العمليات الحيوية للشيخوخة إذن عدا عن ذلك فإنه عند الإنسان يعني عمليات الحيوية للشيخوخة تبدأ بشكل متأخر ستسن شبتر إذن الإنسان سن المراهقة عب يبدأ عنده بشكل مبكر والشيخوخة عب تبلش عنده في وقت متأخر هاي إحدى النتائج اللي وصلنا لنا هلا في هذا الزمن أتمنى لكون صاريك معنا الجملة واضح ودي مكسيمال دوش نتليش كوربا جروس عنده وايس نيمان كناو أين ودي مكسيمال إنه المكسيمال العظمي دوش نتليش كوربا جروس متوسط طول الإنسان عنده أين ينتهي متوسط طول الإنسان الأعظمي وايس نيمان كناو لا يعرف أحد بالضبط كناو هنا بالضبط بشكل دقيق نيمان لا أحد بايس من الفال بسني عرف فلشو هو المعنى الأعمق من وراء هالجملة إنه لا أحد يعرف هذه الأيام إنه أين ينتهي متوسط طول الإنسان الأعظمي يعني هل يمكن أن يصبح طول الإنسان مثلا خمسة أمتار أو عشرة أمتار أو عشرين أو مئة إذن لا أحد يعرف بالضبط ما هو أو أين هو الحد الأعظمي المتوسط طول طول الإنسان الأعظمي اللي ممكن يوصله هو مترين لأنه بالأخير في محدودية بيولوجية يعني الإنسان غير متوقع مهما تحسنت ظروفه المعيشية إنه يصل مثلا لطول 50 متر مثلا دن هيسو أنه مرويز الصمدينافين يعني النرويج، السويد، الدنمارك، الدول الإسكاندنافية المعروفين بطول قامتهم دن أن دن لغن سكاندنافيا زيزوا بأوبخة حيث أنه عند الإسكاندنافيين الطوال القامة يمكن ملاحظة أو مراقبة دن أنهم بالكاد يصبحون أكبر أو يصبحون زو قامة أطول بمعنى أنه هن نوسطوا لقامات طويلة صار متوسط طولهم مثلا قاماتهم مترين ولكن أكتر من هيك ما عبيزدادوا لذلك فإنه من المخمن أنه متوسط طول الإنسان سيبقى بشكل عظمي عند حد المترين ولن يزداد يعني بشكل لا نهائي أتمنى أكون هيك شرحت النص بشكل دقيق ومفهوم وعميق طبعا هلا نحن انتهينا من هذا النص أموت مخت كلاين أخذنا فيه أربع أجزاء وفي الدرس القادم رح ناخد نص جديد إن شاء الله ننتقل هلا لشرح المفردات وعننا هلا شرح المفردات إلنا مكسيمال الأعظمي عكس المينمال الأصغري دي بشلونجون التسارع جيم الفعل بشلونجن يسرع ألاين لوحده وهذا التركيب المهم بشغنكت زين أو يكون محدودا يعني أو مقتصرا على دي بوباتات سن المراهقة أينيج بدأت أو عدت دي يتسينت العقود أوسا ديم إذن العقود ملواصل في العقود اللي من وقع وإنما يعني العشر سنوات العقد يعني مفردها دس يتسينت العقد إلنا ودس يهندت إلنا القرن ودس يتاوزند يعني الألفية أوسا ديم عدا عن ذلك وأينزت سن إلنا معناها التقليدي العام اللي أكثر ورودا وشيوعا إنه يضع شيء في مكان معين في مكانه ولكن هون في النص أجد بمعنى يبدأ تماما لازم ندائع كتير بها الفكرة ألتغونس بكوتساسر إنه العمليات الحيوية للشيخوخة فموتليش من المخمن من المعتقد جاي من الفعل فموتن يخمن يعتقد يتوقع بيغنت عند حوالي إذن غنت هون بمعنى حوالي غنت بشكل مجرد معناها دائري أو مدور غنت مثلا داك خايس استغنت يعني الدائرة مدورة وليست مثلا أكيش ليست يعني إلى أضلاع يعني وهون صار معنى طبعا بهالمناسبة عدت معنا كتير أشياء صارت متقاربة إذا بترجعوا للنصوص هلله لأخذناها أول 15 14 15 دارس هلله صار عدت معنا أشياء كتيرة كمان لازم تفرقوا بيناتها وتشوفوا استعمالها هي قريبة ومتشابهة اللي هي شو نحن عنا هلله هون كلمة غنت حوالي انقفية تقريبا ام كنب يعني قريب من ام تسيكا كمان حوالي إذن هدول المفردات هدول الصغار النواعي من اللي بشبهه وبعضهم كلهم لازم تسكون هلله أحفظناهم ونفرق بيناتهم ونعرف معناهم في هذا القسم أو على هل مستوى دي سكاندينابيا إذن الاسكندنافيين الشعب الاسكندنافي كوم بالكاد وبعتقد انه عدت معنا بأحد النصوص هات كان درسنا لليوم طبعا درس خفيف نضيفه انتهينا من هالنص وفي الحلقة القادمة إن شاء الله رح ناخد نص جديد كمان نستفيد منه ونتعلم منه إذن انتو هالنصوص هتبروها يعني أشياء مرجع للكم ممكن من خلاله إنه تختبروا نفسكم تتعلموا أشياء وتتعمقوا اللغة الألمانية وتفهموا كيف النصوص الألمانية مبنية وكيف نترجمها للعربي ونفهم معناها بشان نقدر نشتاز الامتحانات أو نتعلم اللغة الألمانية بشكل صحيح فتبنياتي لكم جميعا بالنجاح في هالامتحانات اللي ذكرناها تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته